يريد إسقاط النظام بالأمس القريب انتفضت السويداء واليوم تلحق بركبها درعا التي يخرج سكانها في احتجاجات غاضبة مطالبين بإسقاط نظام الأسد على وقع أزمات شح الوقود وغلاء المعيشة الفاحش وانعدام الخدمات الأساسية وتفشي المظالم الحقوقية السوريون نزلوا إلى الشوارع وأماكن التجمع العامة في المحافظتين المحاذيتين للعاصمة دمشق معقل النظام مدينة جاسم في درعا شهدت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراح المغيبين والمعتقلين في سجون النظام حيث تتواصل التظاهرات منذ عدة أيام في سابقة هي الأولى منذ سيطرة النظام على المحافظة عام 2018 المتظاهرون رددوا في ساحة المدينة غتافات منددة بالنظام وممارسات أجهزته الأمنية التعسفية والاعتقالات بحق السكان وفقا لما ذكره موقع تجمع أحرار حوران ما يعيد إلى الذاكرة مشاهد اندلاع شرارة الانتفاضة الأولى من المحافظة نفسها عام 2011 قبل أن تتوسع في معظم المحافظات السورية أما في محافظة السويداء فقد تجمع المئات من سكان المحافظة في ساحة الكرامة وسط المدينة في وقفة احتجاجية صامتة رفعوا فيها لافتات عبرت عن تنديدهم بالأوضاع المعيشية المتدهورة كما حملت اللافتات مطالب سياسية وحقوقية كان من ضمنها المطالبة بتنفيذ القرار الأممي 2254 المتعلق بسوريا والقاضي بعملية انتقال سياسي للسلطة ويعد هذا الاحتجاج الثاني من نوعه الذي تشهده المحافظة بعد وقفة مماثلة بدايات الشهر الجاري ندد فيها المحتجون بتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها فوضى وواقع معيشي مترد ذلك الذي تشهده سوريا منذ سنوات على خلفية انتشار عصابات الخطف والتسليب بشكل كبير في ظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية التي وبدلا من حماية أرواح السكان وممتلكاتهم تنفذ حملات اعتقال شبه يومية على الرغم من الضمانات التي قدمتها روسيا للسكان المدنيين عام 2018 في حين يواجه معظم سكان سوريا أسوأ واقع معيشي على الإطلاق منذ عام 2011 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر